البعض يقول شوف بصبع نزرق واشترا فيه البرح ايد تبون واليوم يرفض الدستور عادي هذا دليل على انه ما ايدناش تبون كشخص ايدنا مسار كان الضامن ليه بعد الله تعالى هو القيد صالح هذا الامان راح القيد صالح حدثت الكثير من الانحرافات حدثت كثير من الانحرافات لذلك انا اهيب بكل الجزائريين انا اهيب بالرافضين لهذا الدستور ان يخرجوا في اول نوفمبر خرجة نوفمبرية لحماية بيان اول نوفمبر لان هذا الدستور كتب على عجل ومن اجل اجندات اخرى لا تتعلق بالدولة الجزائرية التي يجب ان تبنى على اسس متين هذا فيما يخص اما المقاطعة ستكون لصالح الطرف او اللبهات التي تريد تمرير هذا الدستور الذي هو بداية التغيير والمساس بالهوية الدولة الجزائرية شفنا مؤخرا وزير الشباب والرياضة راح الولاية التيزي والزول التي هي ولاية جزائرية هذا المنطق انها ولاية قبيلية هذا منطق انفصالي يبدأ يزرع في الوعي وبعد ذلك وفي العقول وبعد ذلك يتجلى في الحقول اي على ارض الواقع قال لهم جيتوا كذا وكاين اللي يخافوا يجوه واحدة من وزير شباب والرياضة واختر جملة هذه انهم كاين اللي يخافوا قال لي جيتوا محطونا الاولويين انا انا راني هنا باش معطيكم الاولويين فوجودي معكم اليوم انا اقولوا ما خافت كاي الناس يخافوا يدخل هذه المرات أنا ما خافت باش يخافوا يدخل هذا المرات انا ما خافت باش انت اقابل الولادي بلادي كما لا كما هذا كلام خطير كيف أنت وزير في دولة جزائرية وهذه الولاية 15 الولايات الجزائرية